شباب البحرين أنتم جيل المبادرة وقوة الأمل ومصدر الإبداع والابتكار في مجتمعنا استمروا في تحقيق الأحلام وبناء المملكة وصناعة المستقبل بإيجابيتكم وهذا حنا نفتخر بكم ونعول عليكم ونشد على يديكم التحقيق الطموحات ونهضة الوطن كل عام وأنتم فخر البحرين أخوكم ومحبكم ناصر بن حمد يعتبر القطاع الشبابي في مملكة البحرين من القطاعات الهمة التي تشكل محوراً أساسياً في أولويات اهتمام الحكومة حيث يتم دعم هذا القطاع بمختلف الوسائل لتحقيق تطلعات الشباب البحريني بما يخدم المسيرة التنموية الشاملة للوطن من خلال عدد من المبادرات المهمة التي صممت لتصنع مسيرة جديدة للشباب من خلال برامجها المتنوعة والتي تحظى به اتمام ومساندة من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة فسموه له الدور الكبير في تعزيز دور الشباب الوطني وسموه الملهم لحصد الرياضة والتمييز على المستويين الوطني والعالمي سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة سهم في تمييز القطاع الشبابي في المملكة من خلال تأسيس بيئة تنافسية عادلة ومفتوحة تخدم الشباب وتتيح الفرص للجميع دون استثناء وفتح المجال من خلال مبادرات وبرامج عدة أهمها مبادرة استجابة ومدينة الشباب ومبادرة لامع وبرنامج مساري وبرنامج سفراء الشباب هذه المبادرات التي فتحت أفاقا جديدة عبر التعلم من التجارب المختلفة لرفض مسارات العمل الوطني والتنموي مملكة البحرين قطفت ثمار جهودها لتأهيل وتطوير الشباب البحريني من خلال الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية في مختلف القطاعات حيث تنوعت إنجازات الشباب البحريني بشكل لافت على مختلف المستويات جهود مستمرة لتحقيق تطلعات الاستراتيجية التي وضعت للشباب البحريني بما يرسخ أدوارهم ومسؤولياتهم الوطنية المتعددة ولإشراك الشباب وتنمية مهاراتهم لوضع وتنفيذ الخطط والبرامج الوطنية التي تصب في خدمة المملكة ترجمة نانسي قنقر